سباح النور سباح الخير على اغلى و احلى مشتركات انتمنى كامل تكونوا بخير مع هذا الفيديو اللي جبت لكم اليوم كما عودتكم ديما نبدو كلامنا بالسلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم اسمحوا لي البنت على بالي طولت عليكم امي والله ما كان عندي كامل الوقت حكا باش ندلكم مونتاج اليوم راح نشارك معاكم يعني روتيني تعال نهار لخميس نهار عاش وراء كتسايمة تسوى وعاش وراء راح نشارككم كامل انهاري كيفاش فات كما كم تشوفو بيانس يغمانوتش بكري كامل من بلاستي نطمع 12 اثناش ونص سجمت كامل لاشان بخ كيماراكم تشوفو وثاني كيماراكم يعودكم يعني انا غير نظم بلاستي حاجة لولا اللي نديرها نسجم بلاستي باش ما نعاودش انوالي لها اذا كانوا اللي دغا عندهم بززاف رايح نبدلهم اذا كانوا غير كيمارا بدلتهم مانيش رايح نعاود نبدلهم وهنا كيماراكم تشوفو والليت لسال دربة ثانيك هنا رايح نغسل وجهي ديما راني نقول لكم انا اللي نستعمل هذا في يونيس يعني ناسب لي البشرة تعيما هوش حاج كبيرة مي لبنات تغاسول عادي يعني تغسلي بيه ولا تغسلي بسابون واحد اخر كيف كيف مي لبناتها انا نحب هذا اللي كيد يعني هذا السابون السائل يجيني خرم السابونة اللي ترفضيها عاك بيدك ديفوها الطيح لك ديفوها ماشي كيماء هذا يقعد لك امقي المهم حبو باتي ادرته في هذه العبوس على ما تنقي الوجه يعني عندي زوج عندي هذه وعندي هذه وعندي هذه اللي تتمشى قبل بل مي تعجبني هذه المهم لبنات مباد واللي تلسال دوبان كامل نقيته تلسال دوبان كامل يعني مع الربعة ومصغير صليت لعصر دي غاكت نمو للكوزينة هاكا قوت انوز جد افطوري ومام لبناتنا عرفوا المغرب براهي اذن قريب الثمانية هذي كيام من ربعة لثمانية يكون افطوري ومام انا كيما نطش بكري يعني كوت سئرية حتى عفور بناتكي يكونوا صايمين ما نقضوش ومع انا الحمر والله العظيم فاتعليا نهار وش نحكي لكم يعني هذيك الساعة اللي ولا تقريب تعرف طور سيما قديت شمان با نوقو في الكوزينة المهم حبوباتي كما كم تشوفو هنايا ما زال عندي الحمر العيد كنت قطعت هنا يا مخصو وريح نديرو محمار في الكيكوتا رايح نزيد اعليها البصل وثانيك مع الجي بيس ونقلي معها شوية باطاطا المهم كما كم تشوفو هنايا الحاجة اللولى اللي بديت بها درت له الزيت الملح فلفل اسود رايح ها هنا نزيد له زوش حبات بصلة انقطعهم كما كم تشوفو هنا ما رققتها ما خشنتها راجلي يموت على البصلة هاكا باللحم ولا بالعصص المهم حبوباتي وهنا قدرتها فوقنا نخلي هذك اللحم حتى يتقلى مليح مليح مع البصلة من بعد اللبنات رايحها نمرق بالماء السخون ونسكر عليه ونخليه يطيب شوفو اللبنات إذا كان عندكم اللحم كونجولي يعني يجبته من الكونجيلاتيخ ديروه ديراكت مع الماء وسكروا عليه في الكيكوتا وديرو بارد في بارد ما إذا كان اللحم هنا ادي كونجلة قلوه مليح باش تجيب انتو شابة المهم حبوباتي كما كم تشوفو بعد ما تقلى لي مليح مليح وهذيك البصلة كامل بدأت تذبال هنا كنت مغلية الماء رايحها نزيد عليه الماء ونسكر عليه في الكيكوتا ونخليه يعني يطيب مليح هذك اللحم وما تجي فيه شوية على الصص المهم حبوباتي هنا نخلي الحم بتاعي يطيب وريحها هنا نوليه للتحلية بالنسبة للتحلية رايحها ندير حاجة بزاف سهلة ويعني اقتصادية اللبنات تشفى ولا تاخت اللي كدرتها في الانيفرسيرت على الزوج التاعي كدرتها على شكل اه يعني كنت نحيت من الجينواز قطعت منها هذك اليشيت ولا هذك الزوائد يعني هذك الزوائد ما كنتش قصتههم ولا خليتهم في الخبز اليابس ولا كدرتهم امباليتهم كامل في البابي سيلوفان كما كم تشوفو هنا يا ودرتهم في الكونجلات خليتهم حتى طقيقة اللي احتجتهم كما كم تشوفو هنا جبتهم خليتهم ادي كونجلو وريحا ندير بيهم تحلية ولا رايحا ندير بيهم أمباسادر كل واحد كيفاش يسميها المهم محبوباتي كيما كم تشوفو احكمت هذه الجينواز ونفتت فيها في الكؤوس كما راكم تشوفوا يعني ندير فيها قطع أسغر شوفوا البنات حاولوا ديما تسلكوا رسانكم يعني سيرتوا هذو الحويش كي تخبوهم رايحين اتصيبهم من نديري هكا جينواز تبقى لك ولا خبها في الكنجيلاتور يعني ما تكونش مشربة وكامل ما تكون عندك هكا شوية شانتي ولا يجيك ضيفة على غفلة تقدري تديري هذو الكؤوس يجو بزاف شابين وما هكا البنات انا منين راني صايمة ونعرفو كين كونوا صايمين هذا وش نتشاهو يعني نتشاهو حاجة حلوة بعد الفطور ولي كون صايمي ولي غير يتشاهمي كيز تحط الفطور كامل ما ناكلوش برك ربي يتقبل ان شاء الله الصيام بتاعنا المهم حابوباتي كيما كم تشوفوا بعد ما درت هذيك الجينواز في الكؤوس كوت موجده دي جاء الشاربات مقبل بالنسبة للشاربات درت نسكي الصكر مع كاس ما خليتهم يغلو شوية وريح هذوكا نبدأ نشرب في هذيك الجينواز كيما راكم تشوفوا برك هنا نحاول نشربها امليح باش ما تقعد ليش هكا قاسحة من بعد البنات كيما كمتشوفوا جبت كريمة شانتيية وريح هنحاول ندير طبقة فوق هذيك الجينواز يعني هذيك الجينواز بعد ما شربتها رايح هندير طبقة شانتيية وريح هند Driveط أي فاكيه تكون عندكم شوية تواجه بانان الخارجة اللي متواجدة عندكم كيما كون تشوفوا هنا هي عفو 고양ι اللي متواجدة عندكم كي ما كون تشوفوا هنا ياشيح tremendous Pred reproduising the chantilly نضيف طبقة بانان كما تشاهدون نضيف كامل للكوس نضيف طبقة ملجينواز نضيف الكيس بمور نضيف الكريمة الشانتيية نضيف كما نحب بالنسبة للفاكية تفاح نضيف كما نضيف قليلا ورد ورد شكلها النهائي شكلها بزاف شباب ومام البناء جاءت بزاف شباب يعني هذه التحلية كنت وجدتها في الصهراء وقدرتها في الفخيشي داغ وحبوا بتي انولوا الفطر هنا بالنسبة للفطر يعني الحمتاعي كانت طابرة أنا طفيتها هنا كنت وجدت لها سوب خضرة وقدرت غير زرودية مع البطاطا مع البصل مع شوية ثوم وحمص وقصبر يعني قليتهم كامل مع بعض من بعد مرقت من بعد كي طابت ميكسيزت لها شوية فورماش وهنا في الاخير كامل رايحة نزيينها بالكرام فريش يعني غير كتازين فقط وليت نحب بزاف لعسوب فسكو تجيب بزاف خفاء المعددة ماشي كيما الحريرة كيما كم تشوفوا هذا التازين اللي كدرتوا لهذاك العسوب وهنا وليت لهذاك الحم يعني بعد ما طاب كثاني قليت البطاطا رايحة نحي البطاطا من المقلاء هي الأول من بعد رايحة ندير معها هذاك الحم كيما راكم تشوفوا هنا لبنات بعد ما طاب يعني والله يتفتت مام لبنات كي درت له الماء زي طاب مليح وكيما نهفوا لبنات الحم الغنمي ماشي كيما تجاج ولا تديري كونتيتي مي كي يطيب لك رايح كامل تحسيه ذاب يعني تلمو اللي فيه الشحم بزاف تحسي كامل الكونتيتي اللي درتها ولا تمقصوه ماء المهم المهم حبو باتي كيما راكم تشوفو هنا هيا نحاول نصفي المليح من هذاك الشحم راني ندير في طبسية وفي نفس الوقت ثاني راني ندير العجوزتي المهم حبو باتي هنا رايحة نوجد كامل فطوري وفي الآخر رايحة نشارككم يعني قبل الآذان كنت صورتلكم هنا كيما راكم تشوفو هذاك الحم جاي شاهي شاهيتكم في الجنة هنا كان طايب زبدة درت معها غير شوية بطاطا مي البنات هنا أغلط يعني درت البطاطا من تحتها وبدرت هذك الحم من فوق يعني هذك البطاطا جات شوية مدسمة دي ما حاولو تسيبارو بين البطاطا واللحم وبدرت معهم هذك إصلاطا تعبسة الأوتوماطيش نحبها بزاف مع الفلفل مع شوية الحم حلو وهذك العسوب مع العنب مع الدلح اللهم ادي معها نعمة مع الشربات اللي ما تخطيش الطابلات يرتوك يكونوا صايمين يعني ربي دومها نعمة وربي برك يتقبل أصيامنا المهم حبوباتي وهنا بعد ما فضرت وكملت وغسلت معني رايحة نحكي لكم ولا رايحة نقول لكم الدوا ولا العشاب اللي كنت استعملتهم بشرفت شوفوا البنات باش ما نغلطكم شو باش ما نكذبش عليكم قلت لكم أنا الفترة اللي رفت فيها يعني كدرت كل شي الشهر اللي كنت رفت فيه كان زوج تاعي رقى يعني في هذك الشهر اللي كان زوج تاعي كان يرقي فيه ويدير في العقدات في نفسه أنا كنت رحت للطبيب وعطاني هذو العشاب دوك أنا ما على باليش يعني يعني ديره خمسين بالمئة من الرقية وخمسين بالمئة من هذو العشاب مي لبنات الطبيب اللي رحت عنده أغلب النساء اللي نعرفهم كامل رحوا عنده كامل رفدوا أعليدو يعني أي وحدة مش نقول لكم نقاع الناس مي أغلبهم أي وحدة تروح عنده عندها خمس سنين ست سنين ترفض هذيك الإنسانة قلت لكم أنا اللي نعرفها عندها خمس سنين ما رفدتش مي كي رحت عنده رفدت مي أربي ما كملهاش حملها نقول لأربي يعود يرزقها بالذرية الصالحة المهم حبوباتي هو كي تروحي عنده لكو غافي ويشوفكو كامل مي لبنات في نفس الوقت يعطيك العشاب ويسقسيك أسكو زعمها كي يقولك تصيبي بلايس زرقين فيك ولا تصيبي زعمها يقدر يقولك أسكو تروحي الترقي ولا تديري العشاب ولا تديري ادواتها ويقوم بحسابها يعني كي المرأة هي اللي مريضة هي زوجتها مريض كل واحدة اوكي فاش انا امنى انساب بالكار التاعي كتلة بس عليا اعطاني هذو العشاب مي اعطاني تخاتمه على الطبيب غير هذو ودي فاسطان كامل انا هذوك ما استعملته مي استعملت العشاب هذو العشاب اي واحدة تروح عنده رايح يعطيكم هذو العشاب يعني اللي تحب تجرب غير هكا بلا ما تشقى عنده رايح يعطيها نفس العشاب بس كي ما مدلي انا مدل هذي اللي قلتلكم خمسة سنين باشي رفدت من عنده ومدل بزاف بنات معرفهم المهم حبوباتي يعني انتو ما ديرو مك مخاسرين اوالو اللي رايح تخسريها كامل كاج 20 ميل ولا 20 ميل انا هذو العشاب جوني 20 ميل وشوفوا البنات راني عارفها باللي اللي عندها بزاف ما رفدتها على الاقل تكون خاسرة 10 ملاي يعني انا يا غير بين زوار راديوية وكل مرة كل شهر لا فيزي تبطر واسم يلو 250 ميل غير هذي كامل بلك في 15 مليون ولا ما على باليش اش حال انتو ما اللي بنات ديرو النيا اللي ما زال ما ارفضتش لانصح تدير هذو العشاب وتزيد تدير النيا يعني تدير باللي انا بإذن الله رايحة نرفض من هذو العشاب انا هذه الطبيبة قال هالي قال لي متقوليش أنا مانيش رايحة نرفض مو حال لا نرفض هذا الشهر مو حالاها انا اني مريضها قال لي pul Wood объ اثانيك البنات اتقربوا من ربي سبحانو المهم حبوبتي هنا قبل ما نطول عليكم نروحوا اللعشاب اول حاجة تحتاجوها جيبوا ورقة وستيلوها باش تكتبوا تحتاجوا قابصة حنتيت الحنتيت هذا يتباع ساميل كيما كم تشوفوا هذا هو الحنتيت وتحتاجوا الزعتر هنا ما عنديش كامل لعشاب يعني غالي بقاولي راني حان ورلكم تحتاجوا الحنتيت الزعتر الشيح مع القطف يعني شلو ساميل شيح ساميل قطف وساميل زعتر مع هذيك القابصة تاع الحنتيت الأحمر كم تاستطيع روما زرت البابات بعضت ساميل الز translucس يدوروا باستطيع رحيتها بعد كم تستطيعرجها بعد كم تريدك الرغم النهار يدعم يقوم يبدين عيد بقاعدة الزن 양ز coincidence يقوم بتالت البابات خطوط ينفق مالح كاس للإعتجازة الأنورمال ينفق الماء في كسر و ديركة المسخون إذا لديك العسل الحر أحد والشركات و إذا لم يكون لديك العسل بالصوكرا إذا كنت شربه اكتف 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 اهتيزانة الزعتر الزعتر تديرهم في قدرة تديرهم يغلو مع اللي كيتبغي تحكمي بلاستيك البسي بدعية طويلة بخري على هذك القدرة يعني حتي انت عرق يمليح مليح من بعد احكمي بلاستيك ودفي اروحك كي تحكمي بلاستيك وش رايح تحكمي هذا الحنتيت كما راكم تشوفو في لبنات قلت لكم هذي الحنتيت يتباع 5000 قابصة كي تشروه المرة الأولى رايح يجيكم بهذه الطريقة يجي معجن بس نحن نرمال لبناء صغير هذي الشوية كما تشوفوا هذي رايحين نقسمها هذي الكورة الصغيرة هنحن نعجنها هذي الكورة الصغيرة مانش رايحة ناكلها هذي رايحة نقسمها على مدة ثلثية يعني هذو تلقطف مع التبخار تاعل قدرة وكل شي رايحة ديريهم مدة ثلثية هنه رايحة نقسمهم على مدة ثلثية يعني قد حبت القمح كما راكم تشوفوا وش رايحة ندير يعني نولي كل الليلة في الليل بعد ما نبخر ونحكم بلاستي ندير حبت الحنتيت هذي كفي فمي يعني غير شوية نفوتها مع الماء والمام الأحسن يكون دافي ما يكونش بارد بزاف معها البنات تعودوا معرقين ولا تعودوا مبخرين كما هكا وتعودوا حامين ما جايش تشور بيء حاجة باردة هذي هي البنات الطريقة اللي بزاف رفدوا بها يعني صباحا تديروا القطف مع العشية تديروا القطف في الليل تبخروا بالزعتر مع الشيح بزافة مليح كاش برد عندكم في الراحم وكل شي رايح يخرج ومام الحنتيت بزافة اللي يرفضوا عليه في الليل تقسموا شوية حنتيت تديروها في فمك مع الماء تفوتها مدة ثلثيام يعني منهار اللي تروح لك العادة الشهرية مدة ثلثيام وانتي تديريها بعد ثلثيام تحبسي بصح البنات هذوك اليامات تحاولوا ادفوا ارواحكم يعني ديما البسوا ليكونوا البسوا حوي جدافين وان شاء الله بربي بإذن الله بإذن الله أي وحدة محرومة ربي يرزقها كما هكذا ترفضوا والحاجة اللي ندعي لكم بها إن شاء الله يا ربي كما يقولكم راني على روحين يا ربي أي وحدة محرومة مذرية ولا مزواج ربي يفتح حزامها وربي يرزقها بذرية الصالحة وهنا حبوباتي وصلنا لآخر فيديو نتمنى الفيديو كان عجبكم إن شاء الله خياتي ما كنتش تقيل عليكم ما تنسوا الجامع وكومنتر لفيديو إلى فيديو آخر يا ربي نصبكم بخير سلام اشتركوا في القناة